بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس مئة وتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم في كتاب القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كتاب القاضي إلى القاضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه قال رحمه الله باب كتاب القاضي إلى قاضي آخر وهذا يحتاج إليه هذا العمل يحتاج إليه إذا كان المدعى عليه في غير بلد في غير بلد القاضي الذي سمع الدعوة أو أن المحكوم عليه في غير بلد القاضي الذي حكم بالقضية فإنه يحتاج إلى أن يكتب إلى قاضي آخر ينفذ الحكم أو يحكم بما ثبت فكتاب القاضي إلى القاضي يقبل في حالته الحالة الأولى فيما حكم به لينفذه القاضي الآخر المكتوب إليه نعم الحالة الثانية فيما ثبت عند القاضي ليحكم به القاضي المكتوب إليه لأن هذا يحتاج إليه لألا تضيع الحقوق وكتاب القاضي إلى القاضي هذا ثابت بالقرآن وبالسنة وبعمل المسلمين أما الكتاب ففي قوله تعالى عن بلقيس إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهذا كتاب حاكم إلى حاكم وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله في الأقطار وكان الخلفاء الراشدون يكتبون إلى عمالهم في الأقطار وينفذ المكتوب إليهم ما كتبه الوالي أو القاضي فهذا عمل جار يدل عليه الكتاب والسنة والحاجة تدعو إليه الحاجة تدعو إليه كما ياتي نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف نعم في كل حق لآدمي يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي حتى القذف لأن القذف حق للآدمي أما حقوق الله جل وعلا فلا يكتب فيها ولا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي لأنها مبنية على السطر والمسامحة أما حقوق المخلوقين فإنها مبنية على المشاحة والمطالبة نعم قال يقبل في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنى ونحوه لأنها مبنية على السطر وهي حق لله ومبني على المسامحة نعم المثال يا شيخ المثال المثال لو حكم القاضي على شخص بالرجم لو حكم القاضي على شخص بالرجم فلا يكتب إلا قاضي آخر ينفذ الرجم أو حكم القاضي أو سمع القاضي الشهادة على الزنى أو على السرقة فلا يكتب إلا قاضي آخر أن يحكم بهذه الشهادة لأنها مبنية على السطر نعم وإي ترك لا يرجم ولا يقضع عنه يحكم عليه القاضي الحاضر يحكم عليه القاضي الحاضر ولا يشاع الخبر ويكتب إلا قاضي آخر نعم قال ويقبل فيما حكم به لينفذه يعني يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في أمرين الأمر الأول فيما حكم به لينفذه فيما حكم به القاضي الكاتب لينفذه القاضي المكتوب إليه وكذلك فيما ثبت عند القاضي ليحكم به القاضي المكتوب إليه نعم نعم وإن كان في بلد واحد إن كان في بلد واحد لا لا أود أن يكون بينهما مسافة قصر نعم إذن قول مؤلف وإن كان في بلد واحد نعم أعد قال ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد ينفذ هذا إذا حكم به فيقبل ولو كان في بلد واحد أما فيما ثبت عنده ليحكم به فلا لا بد يكون بينهما مسافة قصر نعم ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر هذا الفرق إذا كانت الكتابة فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه فيقبل ولو كان في بلد واحد أو بينهما أقل من مسافة قصر لأن الحكم منتهي نعم ولم يبقى إلا التنفيذ ولم يبقى إلا التنفيذ أما إذا كان فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب إليه فلا بد يكون بينهما مسافة قصر نعم ثابكم الله قال ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين يجوز أن يكتب القاضي إلى قاضي معين كأن يكتب إلى القاضي فلان في بلد كذا ويجوز أن يكتب إلى العموم فيقول إلى من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين لأن بعضهم ينوب عن بعض نعم ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاء إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتاب إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا إذا شهد عدلا أن هذا كتاب فلان حملنا إياه ويقرأه عليهما حتى يعرف ما فيه ثم يذهبان به إلى المكتوب إليه ويشهدان عنده أن هذا كتاب فلان القاضي الفلان إليك أن هذا كتاب القاضي فلان إليك حملنا إياه إليك أما إذا لم يشهد عليه فإنه لا يقبل خشية التزوير ولكن إذا وجد ما يقوم مقام الشاهدين مثل الآن الختم مثل الآن الختم ختم القاضي وختم المحكمة فهذا يكفي هذا يكفي ولا حاجة إلى أن يكون يشهد عليه الشاهدين ويحملانه ويذهبان به لأن هذا قد يتعذر والمدار على الثبت والآن يثبت كتاب القاضي إلى القاضي بالختم وأيضا ختم المحكمة والإجراعات المعروفة الآن بين المحاكم نعم أحسن الله إليكم شيخنا قال رحمه الله باب القسمة القسمة للشيء المشترك القسمة للأشياء المشتركة بين اثنين في أكثر وهي إفراز النصيب إفراز نصيب الشريك عن نصيب شريكه هذه هي القسمة وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع كتاب في قوله تعالى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أَوْلُوا الْقُرْبَةَ هذه قسمة تاريكة الميت فدل على أنها تقسم لأنها مشتركة وإذا حضر القسمة أولو القرباء واليتام والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فدل على أن القسمة موجودة والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بها والحاجة تدعو إلى هذا فإن الشريكة ضرر والقسمة وإفراز الأنصب فيها راحة للشركاء كل يتصرف بنصيبه وينتفع به نعم حسن الله عليكم قال رحمه الله لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو إلا برد عوض إلا برض الشركاء نعم القسمة على نوعين قسمة تراضي وقسمة إجبار فالقسمة قسمة التراضي هي التي يكون فيها ضرر على أحد الشركاء هذه لا تجوز إلا بتراضيهم دفعا للضرر كالدور الضيقة والدكاكين الضيقة والأشياء القليلة فهذه إذا قسمت قل نفعها أو تعطل نفعها ففيها ضرر على الشريك هذه لا تجوز إلا بتراضي الطرفين أو قسمة الأشياء غير المتساوية هذه أيضا لا تجوز إلا برض الطرفين لأن فيها ضرر على بعضهم أما قسمة الإجبار فهي التي ليس فيها ضرر وليس فيها رد عوض كالأراضي الكبيرة والبساتين الواسعة هذه إذا قسمت لا يحصل ضرر على الشركاء نعم قالك الدور لا تنقسم لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو برد عوض إلا برض الشركاء كالدور الصغار الدور الصغيرة الدور الصغيرة إذا قسمت قل نفعها وإذا كانت باقية فإن لم تقسم فإنها يحصل بها النفع مثل يكون بينهما غرفة بينهما دكان بينهما شقة من الشقق فما إذا إذا لم تقسم حصل الانتفاع والتأجير والسكنة أما إذا قسمت أصبحت فأصبح نفعها قليل فيحصل ضرر هذا لا يجوز إلا برض الشركاء نعم قالك الدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين الحمام اللي هو محل الاستحمام الحمام عندهم محل الاستحمام ليس محل قضاء الحاجة هذا يسمى بالحش ويسمى بالخلاء أما الحمام عندهم فهو الذي يرادل الاقتسال والتنظف والعلاج ولا تقضى فيه الحاجة نعم والطاحون الطاحون كانوا في الأول يركبون الطاحون على الماء على جريان الماء الذي ينزل بقوة يدير الرحاء إذا نزل بقوة يدير الرحاء إذا كانت رحة مشتركة بين أشخاص إذا قسمت ضاع الانتفاع بها فلا تقسم الله برضاه ماء نعم والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة الأرض الصغيرة التي لا تتعدل بالأجزاء والتي تتعدل بالأجزاء هي الأرض الواسعة أما الصغيرة هذه لا تتعدل بالأجزاء نعم كبناء أو بئر في بعضها كأن يكون بعضها فيه بناء وبئر والبعض الآخر ليس فيه شيء هذه ليست متساوية فلا تقسم الله برضاه ماء نعم فهذه القسمة في حكم البيع هذه القسمة قسمة التراضي قسمة التراضي في حكم البيع يدخلها الخيار يدخلها خيار المجلس وخيار الغبن ويدخلها خيار العيب تدخلها أحكام البيع نعم فهذه القسمة لأنها معاوضة لأن فيها معاوضة نعم قال فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها لأن البيع إنما يكون عن تراضي قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض وهذه القسمة بمعنى البيع فتكون لابد من التراضي وأما ما لا ضرر ولا رد عوض هذا النوع الثاني من نوع القسمة وهو قسمة الإجبار وهو ما لا ضرر في قسمته نعم كالقرية والبستان كالقرية الواسعة أو البيت الواسع يقسم ولا يحصل ضرر والبستان الكبير نعم والأرض والدكاكين الواسعة والأرض الواسعة تقسم وهي متساوية الأرض الواسعة وهي متساوية وليس في بعضها شيء دون بعض دون بعض هذه تقسم قسمة إجبار نعم والدكاكين الواسعة الدكاكين الكثيرة أو الدكان الكبير الذي إذا قسم يمكن أن يكون دكانين فأكثر فهذا لا ضرر في قسمتي فيجبر على من طلب القسمة يجبر من يمتنع عن القسمة نعم والمكين والموزون من جنس واحد ولا المكيل الطعاء البر والحبوب من جنس واحد إذا اشتركوا في بر أو في موزون كالسمن وهو من نوع واحد فهذا يجبر من يمتنع من القسمة لأنه لا ضرر عليه فإذا كان طعام بين اثنين من البر أو من الحبوب والثمار وطلب أحد الشركاء القسمة فإنه يقسم بالأسوء نعم أو بالمكيال نعم قالك الأدهان والألبان ونحوها في المكين والموزون من جنس واحد نعم هذا الموزون الأدهان والألبان هذا في الموزون والمكين في الحبوب نعم إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها لأنه لا ضرر عليه هذه الكومة من الطعام بين اثنين نعم طلب أحدهم القسمة تقسم لأنه لا ضرر فيها نعم وهذه القسمة إفراز لا بيع هذه القسمة ليست في حكم البيع مثل النوع الأول بل هي إفراز للأنصب بعضها عن بعض وليس فيها خيار وليس فيها ما يشترض في البيع نعم ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه يعني طريقة القسمة الطريقة التي يتوصل بها إلى القسمة هي ثلاث طرق إما أن يتفقوا بينهم ويقتسمون بدون أحد بدون تدخل أحد نعم لهم ذلك الحالة الثالثة أن يطلب من الحاكم أن يقسم بينهم أو يعمد من يقسم بينهم فأي طريق من هذه الطرق حصل صحة به القسمة قال وأجرته على قدر الأملاك إجرة القاسم على قدر الأملاك إذا كان لا يقسم إلا بأجرة يتحملها الشركاء كل على قدر نصيبه فصاحب النصف عليه نصف الأجرة صاحب العشر عليه عشر الأجرة وهكذا نعم فإذا اختسموا أو اخترعوا لزمة القسمة إذا اختسموا وكل الرضي بنصيبه لزمة القسمة ولا خيار فيها بخلاف النوع الأول إنه يدخله الخيار لأنه في حكم البيع أو استعملوا يعني ما رضوا لكن استعملوا القرعة والقرعة هي هي الإسهام هي الإسهام وذلك بأن يكتبوا على رقاع اسم كل شخص من الشركة ثم يضعونها في كيس ثم يأمرون شخصا لا يعلم ولم يحضر كتابة هذه الأسماء فيخرج هذه الأوراق ويضع كل ورقه على قسم فكل يأخذ ما وقع عليه اسمه والقرعة حل شرعي القرعة حل شرعي يميز المشتبهات قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة سافر بها نعم قالوا وكيف اقترعوا جهاز نعم كيف اقترعوا إما بحصى أو برقاع يكتبون نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات نعم الدعاوى جمع دعوى والبينات جمع بيناه والدعوى هي الطلب قال تعالى ولهم ما يدعون أي ما يطلبون فالدعوى هي الطلب والبينات جمع بيناه وهي ما يبين الحق ويوضحه وهو العلامة والآية نحو ذلك نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله المدعي من إذا سكت ترك والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك هذا تعريف المدعي والمدعى عليه المدعي من إذا سكت ترك لأن الحق له إن شاء طالب وإن شاء سكت وأما المدعى عليه فهو من إذا سكت لم يترك كما سبق أنه إذا حضر عند القاضي وادعى أحدهما فإن القاضي يطلب من الآخر المدعى عليه أن يجيب عن هذه الدعوى إما بنفي وإما بإثبات فإذا ادعى عليه طولب بالبينة فإن لم يكن له بينة طلب من المدعى عليه أن أن يحلف كما سبق نعم ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف لا تصح الدعوى من المدعى ولا الإنكار من المدعى عليه إلا من جائز التصرف وهو البالغ الرشيد البالغ العاقل البالغ العاقل يخرج بذلك الصبي هذا لا يقبل منه دعوى ولا يقبل منه إنكار وكذلك المجنون ولو كان كبيراً هذا لا يقبل منه دعوى ولا إنكار لأنه ليس له عقل وليس له قصد ولا نية نعم أحسن الله إليكم قال وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُمْ عَيَمِينِهِ إِذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا كل واحد يقول هذه لي هذه السلعة لي أو هذه السيارة لي فإن كانت بيد أحدهما فهي له مع يمينه لمن هي بيده مع يمينه لأن وضع اليد عليها دليل على أنها له فيحكم له بوضع اليد مع اليمين أنها له لأنه قد يكون بيده وهي ليست له فيطلب منه اليمين على أن هذه له هذه التي بيده أنها ملكه فإذا حلف فإنها تكون له ولا يكون للمدعي فيها شيء لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا يقويه وضع اليد أيضا نعم قال إلا أن تكون له بينه فلا يحلف إلا أن يكون من هي بيده له بينه على أنها له فلا يحلف يعني لا يحلف فلا يحلف لأن البينة تكفي نعم إذن نقول إلا أن تكون له بينة فلا يحلف نعم وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضية للخارج ببينته ولغت بينة الداخل إذا تداعي عينا وهي بيد أحدهما إذا تداعي عينا وهي بيد أحدهما ولا بينة لهما نقولنا فيما سبق أنها تكون لمن هي بيده مع يمينه مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف لا يحتاج إلى يمين إلا يمين لو أقام كل منهما بينة المدعي الخارج الذي ليست بيده أقام بينة على دعوة أن هذه له وأقام المدعى عليها الذي هي بيده بينة أنها له تعارضت البينات تقدم بينة الخارج تقدم بينة الخارج على الذي هي بيده وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا على المذهب والقول الثاني هو قول الأكثر أنه يحكم لمن هي بيده أنه يحكم لمن هي بيده وتقبل بينة من هي بيده لأنه صار أقوى من الخارج معه وضع اليد ومعه البيينة نعم وهذا الراجح هذا هو الراجح إن شاء الله بسم الله قال رحمه الله كتاب الشهادات الشهادة الشهادة من أسباب أو من طرق الحكم الشهادة من طرق الحكم القضائي فالقاضي يحكم بالشهود أو بالإقرار كما يأتي نعم قال رحمه الله تحمل الشهادة في غير حق الله فارض كفاية وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه عندنا تحمل الشهادة وعندنا أداء الشهادة الشهادة تحمل الشهادة هذا فارض كفاية فارض كفاية إذا قام به من يكفي وتحملها من يكفي فلا يلزم البقية أنهم يتحملونها لأنه حصل المقصود وإن لم يكن وإن لم يوجد في المكان إلا إلا واحد فإنه يتعين عليها أن يتحمل الشهادة لأن لا يضيع الحق والله جل وعلا يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وهذا يشمل يشمل التحمل ويشمل الأداء إذا دعوا للتحمل فإنهم يقبلون ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا دعوا إلى التحمل فلا يجوز لهم أن يأبوا لأن هذا فيه حفظ الحقوق فإذا قيل اشهد يا فلان على البيع أو اشهد على الإجارة أو اشهد على عقد النكاح وليس هناك غيره فإنه يجب عليها أن يتحمل الشهادة لأجل إثبات الحق نعم أما إذا كان فيه ناس كثيرون يصلحون للشهادة فإن تحملها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي فلا يلزم الباقين تحملها نعم الآية في قوله تعالى ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا المقصود منها التحمل للأداء تحمل والأداء ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا للتحمل أو دعوا للأداء لأجل ضمان الحقوق لأن لا تضيع نعم حسن الله ينيكم قال وأداؤها فرض عين على من تحملها أما أداؤها فهو فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر بشروط يجب على من تحمل الشهادة أن يؤديها بشروط الشرط الأول أن يطلب منه ذلك أن تطلب منه الشهادة فإن لم تطلب منه فإنه لا يقول أنا عندي شهادة لكم بل إن طلبوها وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون هذا من علامات الساعة فإن طلب منه شهد وإلا فإنه لا لا يشهد الشرط الثاني أن لا يكون عليه ضرر إذا شهد في بدنه أو في ماله أو في أهله فإذا كان مهدداً بالضرر من المشهود عليه فإنه لا ضرر ولا ضرار فلا يلزمه أداء الشهادة لما يلزم عليه من الضرر نعم قال متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه الشرط الثالث أن يقدر على أداء الشهادة يعني ثلاثة شروط الشرط الأول أن تطلب منه الشهادة الشرط الثاني أن يقدر على أداء الشهادة الشرط الثالث أن لا يكون عليه ضرر من أداء الشهادة فإذا توفرت الشروط وجب عليه أداؤها لقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم نعم قال بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله نعم إذا خاف ضررا من المشهود عليه الحقه فإنه لا ضرر ولا ضرار نعم وكذا في التحمل وكذا في التحمل لابد من هذه الشروط أن يكون قادرا على التحمل أن يدعى إلى التحمل أن يدعى إلى التحمل أن يكون قادرا عليه ألا يكون عليه ضرر في التحمل نعم ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه لا يحل كتمان الشهادة لقوله تعالى ولا تكتم الشهادة فإذا توفرت الشروط الأداء فلا يحل له كتمانها لأن لا تضيع الحقوق ولأن هذا أمانة في ذمته نعم ولا أن يشهد إلا بما يعلمه يشترط في الشهادة أن يكون الشهد عالما بما يشهد أن يكون عالما بما يشهد لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد والحديث فيه مقال ولكن معناه صحيح كما قال أهل العلم يشترط أن يكون عالما لا يشهد بالظن لا يشهد بشيء يظنه ظنا بل لا بد أن يعلم صحة ما شهد به إما عن سماع من المشهود عليه أو عن استفاضة بين الناس نعم هذا الشيء يتساهل فيه كثير من الشهود أن يشهد مجاملة أو مساعدة وهو لم يعلم أحيانا يصدق طالب الشهادة وإحيانا لا يصدق يأخذه بسيف الحياء اشهد أنه أتمامنا البيع اشهد أن هذا عبني اشهد أن هذا عبني ألا لا يجوز هم اتخذوا الآن الشهادة على أنها فزعه كما يسمون يسمونها فزعه مساعدة نعم فيشهد معه وهو لا يدري عن الواقع وقد يدري ويتعمد الكذب من أجل مساعدة فلان أو من أجل نفعه وهذا في الحقيقة ليس نفعا وإنما هو ضر لأنه أدخل عليه ما ليس له والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرم أنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر قل الحق ولو كان مر فيجب على الشاهد أن يتثبث في شهادته وأن لا يحابي بها أحدا وإنما يشهد لله عز وجل يشهد لله لا لأجل المخلوق أو يحابي مع المخلوق أو يكذب من أجل مصلحة المخلوق هذه شهادة ويمين يحاسب عنها يوم القيامة والله وصف المنافقين بأنهم يشهدون بما ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم نعم أحسن الله إليكم بهذا التوجيه اللطيف نأتي على نهاية لقاء حلقتنا ونرجي الحديث عن كتوان الشهادة وأدائها إلى حلقة قادمة إن شاء الله مستمعين الكرام هذه في الختام تحية لشيخنا جزاه الله خير على ما تكرم به من الشرح والبيان وتحية لكم من مهندس الصوت زميلنا سهل الركوبي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته